يعني هارجع برضو لبعض التوصيفات اللي حضرتك قلتها يعني على سبيل المثال الإسلام السياسي الكلمة دي بتتردد في مجتمعنا كثير جدا جدا يعني هل يجوز للدين أي دين أن يكون سياسي؟ يعني هو الجواز هنا أو عدم الجواز أو أن الحكاية تبقى جائزة هي أنه إيه الكلمة العملية اللي نقدر نستخدمها؟ يعني فيه نوع من الحيرة يعني فقط نقول لكم نتكلم عن التأسلم يعني بمعنى تحويل الدين إلى حالة سياسية يعني ابتدى المسائل يبقى فيها إخوان مسلمين وفيها داعش وفيها مؤسسات تقليدية بتأخذ شعارات ومواقف حياتية من الناس فتدخل في دائرة السياسة فأصبحت هناك حاجة لعباءة مفهوم كده يمثل عباءة كبيرة فبقى في كلمة الإسلام السياسي بمعنى العلاق الذين يستخدمون العلاق قد تبين الدين والحياة العامة ما السياسة إيه؟ هي الحياة العامة الحياة العامة في تفاعلاتها من أجل تنظمها فالدين بيخش كإنبوت كمدخل في هذه العملية لأنه في الواقع هو ده اللي بيحدث وهو يعني ما نقول هل في حاجة اسمها المسيحية السياسية أو فيها اليهودية السياسية؟ يابا نعم فهنا القضية هي هنا كلمة السياسية بتخطيك لأنتجاه لاتجاه التقدم ولا اتجاه التخلف يعني في واحد ناس عايزة تشدنا للقرن السابع الميلادي وفي ناس عايزة تخدنا لعام عشرين خمسين أو عشرين تلاتين مفقا للرؤية المصرية يعني فهنا ده الفارق يعني بس أنا أعتقد أنه يعني عادة الأحزاب التي لها صبغة إسلامية أو مسيحية أو بتحن عادة للزمن الماضي عشان كده يعني يقف في قبالتها يعني من يريد أن يرفض ذلك ويريد أن يأخذ المجتمعات إلى الأمام طب الأحزاب الأوروبية ذات الصبغة الدينية هل لها نفس الرغبة؟ هنا بقى أنا عايزة أقول أنه كل مجتمع من المجتمعات بيحل مشاكل معينة لا علاقة ببعض الأمور الأساسية زي العلاقة بين الدين والدولة العلاقة بين الدين والمجتمع العلاقة هنا ما بين أنه ما هو يعني له علاقة بتسهيل أمور الناس واللي بيصعبها أو اللي بيقدر يقدم أفكار حقيقية وزاد طبيعة عملية لحل مشكلات زي الزيادة السكانية زي التعامل مع الوباء يعني فيه حاجات كتيرة جدا الحماية الوطن الحماية من الغزو الخارجي هنا في ناس بتعملها بطريقة إنه إن كنت إحنا فقط مسلمين إنما الكلام اللي إحنا بنقوله في السياسة إنها دايما مرتبطة بالدولة القومية أو الدولة الوطنية لأن الدولة الوطنية مفترض فيها إنها أعلى من الطواف والأديان والأعراق اللي موجودة داخل الدولة ومن ثم بتلاقي في معظم دستير العالم المبدأ اللي بتقولك عدم التمييز معين الناس على أساس الدين أو العرق لا العرق إلى أخير اشتركوا في القناة